موسيقى موسيقى اليوم احنا عم نوصل للمؤتمر الثامن المتلازم الثامن هو مؤتمر وطني اعلنه في 2011 وتبنته ورعته وزارة التنمية الاجتماعية من الـ 2012 لحتى اليوم في كل سنة المؤتمر بيكون له اهداف ونقاط محاول رئيسية حقوقية وايضا اجتماعية وصحية السنة ركزنا على محور التعليم ومحور العمل بعد طبعا صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2017 مرحل نهائي لستراتيجية التعليم العشرين اللي نفذها المجلس لعلشون أشخاص معواقين وبرضو نفس الشي سياسة التشغيل لذوي الإعاقة اللي عم تتباهها وزارة العمل كان كتير مهم اننا نركز عليهم لانه عندنا عداد كبيرة متعطلين عن العمل احنا ايضا اضافة الى اولاد مهضوم حقهم في التعليم انا من الناس اللي يوم تشرفت ان دعيت على حضور هاي الفعالية اللي هي متخصصة بالاطفال اللي بيعانوا من متلازمة داون احنا هاي الفئة العمرية حريصين جدا الفئة المجتمع حريصين جدا انه يتقدم لها الدعم الكافي لانه من خلال حضوري للفعاليات عم بكتشف انه في عندهم مواهب مش معقولة في عندهم قدرات مدفونة خلينا نحكي وكل ما صار فيه شغل واجتهاد عليهم على اظهار هاي القدرات منتجوا بصير فيه امور منتفاجأ فيها انتلاق من الاهداف الاستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية بضرورة التنسيق والتشبيك مع الجمعيات العاملة مع الاشخاص دا والاعاقة وتسهيل الخدمات للاشخاص دا والاعاقة تقوم وزارة التنمية باستضافة هذا المؤتمر سنويا للسنة التاسع على التوالي وتقدم الدعم اللازم لجمعية الداون سندروم والداون سندروم في أمن الأشخاص دوي الإعاقة اللي تسمى متلازمة المحبة وليت أمر للطفل داون عمره الحين حالياً 8 سنوات واليوم الحمد لله تشرفت في حضورهني بهالفعالية هذه لأن الفئة هذه فئة الداون سندروم فئة كل ما أعطيناها أعطتنا كل ما قدمنا لها من إمكانيات ومن مقرارات دراسية قوية ومتخصصين فيهم كل ما أعطونا نتائج حلوة وطبعاً ما نغفل دور أولياء الأمور بالذات الأم كل ما الأم ساعدت أولادها وقوتهم بالتعليم فيعطون إنتاج أكثر ترجمة نانسي قنقر